شكرا لك أحمد و أهلا بكم مشاهدينا و عرض جديد لأمن الأنباء تتواصل الاجتباكات في محيط مديرية الأمن في محافظة بورسعيد هذا وقد أضرم مجهولون نيران في مبنى الأمن الوطني في المحافظة في ساعة مبكرة من صباح اليوم من جانبه قال وكيل وزارة صحفي بورسعيد إن إجمالية عدد الوفيات في الأحداث منذ يوم الأحد الماضي وحتى اليوم وصل إلى أربعة متوفيين وخمسمائة واربعة وثلاثين مصابة كانت مصادر في رئاسة الجمهورية قد قالت للجزيرة مباشر مصر إن مؤسسة الرئاسة تدرس حاليا الدفع بمزيد من الوحدات العسكرية إلى مدينة بورسعيد كما أنها تدرس تسليمها المهام الأمنية في المدينة بشكل كامل لحين استقرار الأوضاع هذا وقد التقى الرئيس محمد مرسي مساء الاثنين لواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لاستعراض تطورات الأوضاع في المناطق التي تشهد توترا ومنها بورسعيد ودق أهلية وميدان التحرير ينظم التيار الشعبي عددا من السلاسل البشرية اليوم في ثماني محافظات تحت شعار منصورة بورسعيد وأضف التيار الشعبي في بيانه أن هذه السلاسل سلمية كما أكد أنها تهدف إلى تضامن مع أهل محافظة بورسعيد وتأت احتجاجا على ما وصفه بالعنف والقمع الأمني المستمر في المحافظة وأضح التيار في بيانه أن المحافظات التي ستشارك في هذه السلاسل هي القاهرة والأسكندرية والغربية والسويس والبحيرة والدمياط والقليوبية والمنوفية يقض حزب مصر القوية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان موقفه من المشاركة في انتخابات مجلس النواب ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب كانت أحزاب النور وغد الثورة قد أعلنت خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في وقت سابق في حين أعلنت تجابة الإنقاذ الوطني مقاطعتها للانتخابات تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في قضية الملازم أول محمود صبحي شناوي الضابط في قطاع الأمن المركزي المتهم باستهداف أعين المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر من عام 2011 انتهى عرض الأنباء لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الانترنت ومتابعة البنس الحالي للقناة على الموقع ذاته ونستقبل تعليقاتكم واسئلتكم على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عود الآن إلى الزميل أحمد طاها إليك أحمد